مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامج كاريزما كاريزما اليوم كيصطادف النجمة المغربية أحلام الزعيمي مرحبا بيك دي بارك فيك حيحام زياني الحمد لله تبرونزيتي شي شوية لازم هادير جلك من البحر هادير جلك من البحر كيفاش هادير جلك من البحر مستعد أنك يدخلي معناد المغامرة مرحبا شفتي الحلقات الخلين أكيد عرف الفلسفة دي البرنامج عرفها نبدأ على بركة الله أحلام زياني واش تقدري تجوبي على الأسئلة دياننا بكل روح رياضية أكيد واش عندك القدرة أنك تتقبلي جميع انتقادات دياننا بيشوخ في حالة الغضب واش غدتتعدى علينا ولا غدتنساحب ما تعدى لك منساحب عندي ولساني وكن عافي نجاوب وما عنديش مشكلة واش تسمحي لنا أننا نسولوك أسئلة لحياتك الشخصية شفتيه وكيف كانت رد الفعل ديالك را قلتها رأني أم وثام ما كنت كنت أم يعني من ناحية الإنسانية ما نكنش ما تتأثر بدكلا فيديو أنا وحق الله العظيم هنشتها ما نعش قلبي ضرني وتقدر تخيل ألف سيناريو لهذاك لولد مسكين كيفاش يكون مستقبله وكيفاش أنا بنسبة لي هذك سيتخصو إعدام باركا عيننا هذك الأحكام ديال عامين تلسنين كيفاش إنسان يخرجوا عامين تلسنين مورا هاد ما تقدرش قاعد تصنفها شنو هذي مش جريمة هذي كتر من أنا بعدها كونش أنا وحاجة واحد آخرى أنا كلوم الناس اللي كانوا تم بكل صراحة كيفاش تقدر تشوف هذا المنظر حدا عينك ونتغافلوا عليه ولا نصوروا من غياجوش آه صور أعطي لا بخوف بأنا هذ شي واقع ولا بغيت لكن بصح قلبك عليه بغيت يسيب خوتاج أنا ما كذبش عليك تغنوض غنصور وغنديله فضيحة والبليج هذي غنديله وعاديك السعبية صغرى القانون غياخد مجرأ ولكن على الأقل نكون صارمة ونكون قلبنا على بعضيات نارة وليد يقدر يكون ولد يقدر يكون الخوك يقدر يكون أي حاجة هذيك الولد مستقبل دياله أكيد غيكون تأثر وغيتأثر بزاف بهذا لأن طريقة باش شفنا فيديو الوليد مسكين مسانس ماشي مخلوع ولا هرب ما كان عافش ما نقدرش نعرفه شنو كيدور له فراسه ولكن يعني هذي شي ماشي ماشي تقدل لذلك نهار كانت هذي شي ترقبل وعنا بالنسبالي أقصر عقوباتي يستهلها هذا المجرم من وراء هذا الفيديو انتشرت دعوات للإخصاء والإعدام مثل هذه الجرائم هذي شنو رأيي ديالك أنا متفقى مليون في المئة لأنه لا يمكن واحد نهار يخصد شي يتحبس بقوانين جزرية ونحبسوا هذا المغاش ونهضروا نهضروا مع الليزان فاندينا نهضروا معهم ونشرح لهم بأنا راس أغي تيكو يكون هذي شي طبوهات نتعلموا نهضروا معهم بوحد طريقة اللي هي في الموقع اللي غير يفهمون بها ولكن نشرح لهم بأننا نترى تشاركوا معنا يجيوا يتشاركوا معنا حيث رأي تشير أنا دابخيز كو جيلو يشحم حاجات قريتهم لما يكونوا فيكتيم ديال هذي نعمل من الجرائم مثلا نهضروا كيحس الولد ولا الطفل ولا المرأة الانغتصاب كيكون بثاف ما شغل فما شغل هذي الفئة العمر كيكونت مثلا بناتكبار كيحس حسب راسك نتيلي فيكتيم أحلام نتخيلوا مثلا لا يحفظ لا يحفظ ولدك تعرض لك شي اللي شفتي في الفيديو لا يحفظ لا ما نقدرش ما كدبش عليك ما نتخيلهاش ما نتخيلهاش حتى أنا قدر نقتله ما نكدبش عليك نقتله نقتله جريمة نديرة أنا ما عنديش مشكل ومتشد مراهض بالراسي لأنه لما أدعن له مراسي أولا يعني أنا سيبقى فيها الحلبسة فأنا قلت لي حاجة خاطئ لأنني خليتها تشيطرة أنا جريم بسانتي غاسبونساب ومرا ما عديش نوعه براسي شنو ما نقدر ندير كون صراحة أحلام الزعيمي وجلسات تدليك ما كان فهمش الجلسات تدليك شوات شي قدرتي وجلسات تدليك وريتانينا في الإنستغرام ما شنتي أو ما شنتي بعدها تدليك نعم شنو تدليك مساج آآ المساج واحد الفيديو اللي دار درجه حتى هو وشفنا أحلام الزعيمي وهي كتدير المساج علاش وشنو بغيتي تورينا هادا كستان كل أبغاسم مع صوت المساج اللي كعجبني بززاف وتشاركت مع الناس أنني هاد المومان ديتانت وخداوا لي باج مكين عناوين هنا في الصحافة المغربية وفي مواقع التواصل الاجتماعي كتقول أحلام الزعيمي ظهرت شبه عارية وفعلا كنتي شبه عارية وعبتاني طبعا كيفاش شبه عارية شبه عارية كتشوفش حاجة شبه عارية ظهر عادي كلبسوا دونيو كلبسوا كنديروا مساج كتدير مساج بالفوتا من الفق منك سويا وغالي مساج كتدير بظهر عاري عادي أمي را كنوريو الناس عاوتاني تقول يتين بجلابا ندير جلابا وندير مساج فوقي تغيز وراب مكن هدر عشي حاجة هذا مساج رانتوا وقلتوا أصلا تدليك باش غندلكو ما مش ندير مساج دماغي زي ما مش ضروري نشوفوه إلا رخصنا نديروه بليما وكنديروه فعلا انبختي دوكو يعني انا بفضلت الظهر لأنني بالنسبة للي الظهر عادي مشيش حاجة حسن ما نبين فخدي ولا نبين نقول الله ما نبين دهري الله ما دهري منعان حتى الظهر عادي حتى كالبسولي مايو تكون دونيو تكون بسولي بتي أو دونيو عادي دازل موضع أخو يلا الرجع للأجواء دي للصيف كيف أجدوستي الصيف عطلة دابا وي عطلة صفرت السيمانة الحسيمة حسيمة مدينة اللي كرحمة قعليها بثاف وقد سفاقص بعزوين مع العائلة أعلا أنت مشيتها الحسيمة أنا رجت لي الدوخة في الإنستاقران مشيتها المضيق مشيتها الحسيمة مشيتها الوالدية يعني ما كيش بلاسة مشيتش لها واش دروري تشركينها معاك تجيبيني الدوخة اللي اسمتها لايف سايل لابا لايف سايل رهو روتيني اليومي بلا ما بقيت بوزاية الله يا رب بالله كنت مشي لشي قون تقدري لايفات روتيني اليومي هذا أنا ما كانش أولا لايفات لك غير بكتبت لتسمية ودرتها شوية مودان ومخي عينا شوية فرنساوية لا 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 إذا ما عمريك تفرش روتيني اليومي من قلت هذا الهضراء ومعريك تفرش أنا شنو كندير أنا مكندير لي لايف أولا كندير الستوغي كنبختاجو كثير من دي لا ما مشي لا ما مشوز وكلام كوال كبير أول حاجة أناني كنهضر على المبلاثة اللي غامشي لشن بنجابروتي الهضراء ومعريك تفرش كنديرها كنديري الهضراء انا لكتبت كل مرة من الهضراء لان نتحدث محوز انا ندخلت لي معها ربعجانة كنديري كنديري الأعجائي كنديري بوزات كندير pressing نديري الرياضة نديري الهيلتي لايف كنمي أحاول بزف الماكلة كنحاول نحاول على الكثير من الناس هذه الطريقة بالتصف لكي نجاب كيف نأكل كل نهار أو كيف نأكل كل نهار كيف لا يوجد الأعمال التي ندخل دائماً سبور في حياتي الناس يرون أن ندخل سبور، نسافر، ندخل حوية جداد ولكن الشيء يمكن أن تعتقدك بأنك كتبيني المفاتيين لك في هذا السبور؟ لماذا؟ أنت من أن تدخل سبور، ما تلابس؟ أنا؟ جلابا هذا الفورمادي ليس أدخل سبور؟ أنا كنت أدخل سبور مستور، لماذا يجب أن ندخل سبور؟ ليست مستعد لنشجع الناس، لأنه لم يتمهي سبور، لم تذكره كنا تنفي مستفر هل تستطيع أن تبقي فتصوير؟ مستعد لأنه كتبيني ، هل تستطيع الشركة فتصوير؟ هل تسجعون طريقة من أصبحين تابقه لك؟ ناريك فيديو لك؟ لنرى أن هذه المصورة، نمارج. نحنąها؟ لا نرى شيء أي شيء؟ لا، انا لا تتطع؟ تطعين سبور و تطعين المشاكل. أيوانت، إذن! فإن الغرفيك في التقليل في التقليل الأحيان كما تكون بسعيدة للخاصية لا، لا، لا. ما هو مطاق محطواتين لا يوجد مشكلة لأنني لا أصبح رغم بشيئة أغرب. لا أعيش. في كل المشكلة أتيت أن أشدبه أن أحواج بالنسبة؟ سأدوان. من أجل السبب لكنه أن أضع أدوار التي تشاهدون الهدراء والسيقنس تصبح كثيراً بطريقة وكل شيء عالمي هل ترون بعض الفيديوات؟ أريد أن ترونهم، أنا أعرفهم، لكن ترونهم هل ترون؟ هل ترون أشياء هذه الريادة؟ هذا لديك، هذا يبقى رأي شخصي لديك مفقوح، وكنني أحترم من أنلك أريد أن أردد أن أتحدث . ما هو بديك وذلك؟ أنا أتحدث أنا من إنستجرا؟ وسأتوففر إليك مجرد، فلا تؤلم أنك نقول أيها الأراء التي ترون من الناس؟ هذه الأصباء تقوم بحسب واحدة لا، أنا أعرف أنني أتحدث عن أنك أنا أعرف مراد، أنا أعرف مراد كثيراً فإن أن أردد أن أرفعك. لكن أنني أقول أنكم الذين يقولون كيف يمكن أن يجب أن يتبعوني؟ أنا كنا كنت بحديوة لخيبتي لقد استغلتهم لم يتحرم لقد أعتقدت ولكن لقد أستغلت أن أصبح أشياء أنا أشياء عن طريقي أنا إسفنطاني لماذا أشياء نبدأ لخفيف أن أصبح أشياء هذا الانتقاد كان صفحة لك أحلامت الزعيمي أنت عزيزة على مدينة لقد تمثيل أنت لأسف أنت تستطعي ومالوه شكون مجووج نتر بأصداق ومالوه شكون مجووج نتر بأصداق واحدة أخر تقول لك أنت فنانة زوينة ولكن تلبس خادش الحياة وغير محتاجين ستكون غالبا ما لدي الفور ما بجدير هذا اللبس واحدة أخر تقول لك أنت كل شيء يكون فنانة زوينة ضريفة مي كتوحيلين بأنك مشي فنانة أنك شيء حاجة تطط أبا شاد لا أدرا أقول لك أحد القادية أصلاً كيف يقارنه التمثيل بأنك مشي فنانة كيف يقوم بعمل معيار لكي يضع فنانة الحمد لله بالأدوار التي لعبت والبخوجي التي قدرت ويبقى دائماً خدمت بكل طاقتي وقلت أدوار لكي أصل قلوب الناس فن ديالي ما لديه علاقة بحياتي اليومية حياتي اليومية هي انستغرام والفن هو تلفزة والسينيما اللي أحضر معي في الفن وي يريد انتقدني ينتقد اللي بخوجي ينتقد الأدوار على راسي بعيني أنا كنسمع الرأي الاتقاد البناء ومش انتقاد مش مخرب قوي كم مكان الهضراء هذا ما عشبتيش أنا أعطيني أعطيني انتقاد صحيح مكين الناس اللي ينتقدوك وانتقدوك انتقاد البناء مثلاً هاشم بستاوي هدك انتقاد البناء مشنا هو الاتقاد البناء أنا بالنسبة لي رأيه وضب الراسه ومكهمنيش علش أنت ما كملتش في تمثيل هده على راسي بعيدا هو هده الله هده الله على تمثيل حرام مو شافش حويجات مو شافش حويجات مو شافش حويجات مو شافش حويجات كمتله ويشوف كينتقد شي حويج اللي هو براسه وكن كيديرم أولاً كندروا على تمثيل تمثيل دياله ما بلناء فتحها لأنه هو بغلوي أنا اللي ما كنمتلش هذا كيبقى رأيه الشخصي ما كيهمنيش هو أكيد واخده واحد ما صار اللي كيباله أنا ما بيسو ما ما كنهضروش اللي مام لانجاج أنا إنسانة كالبس عادي كيفما كيلبسوا 80% لبنات المغربيات كنمتل كنمتل مثل هذا اللبس اللي كيشوف هو براسه مثل أدوار اللي كان فيهم هو كيديرش يحويج ولا كيني منعنوه ثلاث اللي لابسين بهذه الطريقة لعد الله بنسباله أنه ماشي الطريق الساوي هذا كيبقى رأيه أنا ما ديش مشكلة أنا بقى مكبلا أنا بقى إنستاغرام هو أصلا إيك هو دباء إخواني وما كيبغيش يشوفه جدا يدخل عندي إنستاغرام وشفت شي كلول كلول راح أحرام يشوف تصاور لبنات لابسين ديكولتي علش كيدخول يشوف سوحد إنستاغرام إنستاغرام لجينا نشوفه الرأي ديالو بحلقة إذن بنسباله راح كل شي حرام علش كيكون في إنستاغرام اللي جون كول لابسين حياةهم عادي كيعيشوا حياتهم عادي نسلوك على السؤال شوية شخصية كتصلي كنصلي بالنسبة لك أنت ما هادشي لي كديري ما كيتناقدش مع السلام شنو ما أرك الإسلام؟ خمسة خمسة بيرام كامل شنو ما؟ الشهادة الصلاة الزكاة الصوم والحاج ما نستطع إليه سبيل ولكن ما كتشوفش بأن هادشي لي كديري كيتناقد مع رأى الناس كاملين كيدلوا أشياء اللي بوتتخم داخلينش في إطار اللي هو بالصح زي ما كيتطبق بوحد طريقة اللي هي ألف في مئة ولكن أنا كنقول على الأقل بشي على الأقل أنا بالنسبة لي كندل أركان كنحاول أن شيحويج من ديت الراسي كنديرهم باش نكون أنني شدد طريق بالنسبة لي رأى أني مسلمة أمومنا بقى على شروط الإسلام والإيمان بخير الطريقة ديال الحياة نحن 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 باش نحن بس هاتي كي بقى ديالي وأنا اللي تعاقبت يا ربيني وابلس الدربي مش قلت واحد فيه نعم الله يهدينا كاملين لا يهدينا كاملين نحن نقولها كان سمع بأن أحلام زعيمي من عائلة تارية وشبالصح ولا لا؟ عائلة تارية شنو؟ ساشان شكوان عمري خدمتم مهيبش حاجة أدوار لي كيجوني من مخريج المبعاد على عائلتي ومبعاد على الموحيطة ديالي والحمد لله زعما شقي ترقي بعيد على هذا القضية الحمد لله ربوني في ظروف زوينا الحمد لله الحمد لله كان الحمد لله ونشكر على هذا القضية وكنتشكر والدي اليوم أحسن معندي وأعز معندي في الحياة بين الصعوبة مع والدي ولكن خدمتي ودكشل وصلت له ما عنده علاقة بعائلتي ما عنده علاقة لأنك انتي من عائلة تارية وكترفضي أدوار مبالغ زهيدة بصح او لا؟ كنرفض؟ لأنه لما كانش فلوس صحيحة ما كنتمتليش؟ واش بالصح او لا؟ لا لا لا، أنا حدي مني كان نيجوسي كان نيجوسي باقبو الخدمة اللي غندير را كعرف التوناج، كتعرف راس كبال الدور ديالك، الأهمية ديال الدور ديالك شنو غاتمنتل فيه عدد الأيام اللي غاتي تصور فيهم هادو أشياء اللي بينين يعني أي واحد كيكونو دي باغيم باقبول سميتك باقبول لشخصيتك الشخصية اللي غاتلعب انتي فنانة غالية؟ عادية، عادية يعني دول صنص أنني الحمد لله ديرا حياتي من التمثيل أحلام زعيمي والزواج، من اطلقات أحلام زعيمي تلدابة؟ شحل من خاطيب ضق الباب؟ وانا كن بود نزواج كن نزواج كل نهار كل نهار واحد؟ لا ماشي كل نهار واحد، ما بحمد لله موجودين؟ موجود ما أنا ما بقى حد كي ضق بادا في الخطاب وهب هالطريقة ما بقىش هالطريقة ما بقىش؟ ما بقىش، كنت عرفوا؟ كنت عرفش واحد؟ حيت نوغمان مو كيقول لك اللي بغى كي ضق من الباب، ألأتي كيجيو من شترجم؟ لا، أنا أصلا سد شترجم وسد الباب لأنا نمكو صنطر على خدمتي ومن هالت اللق ولكن أحلام الزعيمي، البوغوصال، الزوينة اللي دير اضجة في مواقع التوصل الاجتماعي هلأ شي واحد ما ضق الباب؟ ممكنش أنا مجوجة بخدمتي، مجوجة بعائلتي، مجوجة بالنس هذا كلام لإستهلاك الإعلامي، مجوجة بعائلتي، والفن هو راجلي، وهذه مهناتي نحن نبغينا لكي نشي زواج، خلينا نبغينا ندردكو في شي عرس ونشتحو إيوات الساعة، ما عرفتش، ما عرفتش حيث أنا عارف عندك علاقات، أنا غير بغيت ننفرش كداب عندك علاقات، قاب عندك علاقات وممكن تجوجي غدا ولا بعد غدا علاقات نكالعفك إنت شنون علاقات مكعب تحت تخطبني؟ ولكن عندي شورط تقول جوجوج من الحاجة لا لا، ما كنبيعش بابي فابر وكنصطمتيني ما صعبك شانا كتموتي عليها مجحال هادي هويش لو كل ما جتشكشنات بغنامج ما تقريش هويش رقعت تتنكت والله نقدروني نعود وقت الحلقة من الأول أنتي ما محتاجاش الراجل؟ لا، لماذا محتاج؟ كل شي كيحتاج الحياة والطبيعة أنا بغيت تكون المرامعة الراجل كيف علاقات حب حاليا؟ ما عرفتش ولما سؤولناك كنا نسؤوله ما عقلتش لما كتعق ليش؟ جاك الزهيمر جاك الزهيمر فادلقته نعم، أنا عارفك ربما تقدروا واحد نهار أو يومين نسمعوك مزوجة ما عارف الحب بالنسبة لك كي يعني؟ الإسانس دلعبي بالله بيه ما تقدريش تعيشي؟ ماشي قاعد، ما أحسن حاجة تضيفها في حياتك كأنك تكون ناجح في كل شي وتلقى الحب، أحسن حاجة أحلام الزعيمي والغناء؟ ما فكرتيش مرة تغني؟ وعلى ما بلي بساب ناس بدوك يغنيه نعم تغني معي وندورش يدوه ايه أنا معك؟ قوي لا تطلبتني للزواج كالنماكين بس عندما تطلبتني للغناء؟ يو في مراسك يا سعبي في مراسك ما فهمش دووش با غاني للغناء ولا با غاني للزواج؟ يو نبدوب الغناء ونكمل على زواج نبدوب الزواج ونكمل على فلوس أنا كل ما كنتش مجوجة أنا معاك وكل ما كنتش مغنية أنا معاك ما صالح لك لالزواج للغناء؟ ما عليش، كل شي كي تبدل شوفت كنتك غل عزيمة أنا معاك نبدوب الغناء، نتبره فلوس نتزوجه بغيت نسمع صوتك؟ ما هو صوتك؟ بزرغ ممثلات قالوا لي أحلام الزعيمي صوت أواع أنا خليها مفاجأة نعم، ديج أغنيتي لا؟ ما أنا غنيت سوي كنت نتعلم كنت كنت تعلم دي كوردوشان كنت عندي بحلق ترابي ولكن قلت أغنيت بحلق ترابي ديندنية لأ شي شوي لا لا، قلت لك بخليها مفاجأة مصبق لك تعرضتي للتحرش؟ في الميدان الفني؟ أه في الميدان الفني؟ لا، لا مصبق لك صرحتي بأنك ديجة تعرضتي للتحرش؟ ما شيت تعرضت للتحرش بهالطريقة اللي أنت كتفكر فيه حت أن عارفة كيف اشكت فكرة من محاولات؟ ما محاولات وان واحد كي عرض عليك ولا هدا مستئنفو في الأول ولكن الناس إذا لم أصرح المخرجين والمونتجين كلهم أصدقاء و الحمد لله تطورت معهم علاقات زوينة بحيث أنني كنت أخدم معهم في إطار محترم والناس رأيك يعرفون الأدوار التي قدرت يعني قدروا يتسميات يعرفوا المخرجين اللي كنت أخدم معهم كلهم مخرجين محترمين وبين وبين علاقات غير ما دومين في التحرش ولا الله؟ في أي دومين في التحرش ما شغل تمتيل أنا كنت في الوتيلغي نقدر نقول لك بأن التحرش اللي كيكون في الوتيلغي وفي السياحة والفندقة كثير من التمثيل نعم ولكن ليس حويش حيث لا حيث الناس كيكونوا معروفين كم قابوا تابعينهم ونبغوا نعرفوا كيفاش هذه النجاحات هذه طريقة باش الناس بعنوبات كهرسوا بعضياتهم أن هذه اللخذات تدور حيث كتسعرف الأخر ولهذه حيث مشات مع هذا هذه طريقة باش كهرسوا بها بعض الناس لهديهم كهرسوا للماجد يلدو تباقسا لا نظن بأنه كيفما أي بلاسة ورس بوناس في خبارك يتحرشوا بك لما شيء قديت أنه خاص بالدومين للتمثيل نعم جغوفيز القديا بصراحة في غير ممكن في الشيف أمريكان نقدر نقول بأوي رابعو في القضايا ومعروفين شكون هذا كين فنانات في ذيك بلاسة صرحوا وقالوا لي أنهم تعرضوا للتحرش وكين فنانات تطلعوا بالتحرش الجنسي أو الدور مقابل الجنس كين في الميدال الفني ولا ما كينش درتي واحد تصريح كتقولي فيه بأن كين المخرج لك يطلب منك شي حاجة ومحددته شنية حاجة لا 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 أنا طلب مني مرة شي واحد في الأول أنه بغازع ما نتلاقاه بش يشرح لي كتر أنا بالنسبة لي بشتر فهمت هكا هكا فهمتي أنا شبخيف أن نفهمك ونحيد على رأسي أي شك هذا ما نبغيش أنا رأى الناس تعرفوني قدمة أنا عفوية وانتحك وناشطة وهذا ولكن إنسانا بفهد شي معقول والحمد لله ما كغياغ كتجاوب على هذا القادية لأنني كون بالصح كنت كندر شي حاجة غيباش كندوز بأي طريقة كين أنا نخدم مرة ولا جوش حيث الإنسان اللي غيتحرش بك ما غيبغيش ما شعليش هو غيي استعراسون كل مرة كيف زاقونه يدبر على ذا حضا شكونا هو الأقرب أنه يلعب الدور دي الراجلك في هادو واش رابع السقلي عبد إله راشيد وده المهدي فولان كندرنا رابع السقلي بحكم التقارب لبناتنا أنه أنا آمية وأكثر زي ما كنت فاهمه كنت حكوه كنقشبه بزر ما لحتو واحد تصويرة ودارت درجاة هتا هي وقالوا شنو علاقة رابع السقلي بـ وهو ما غايس يشوفو شاحد مع شوحدة احنا كنمتلو كندير أدوار كنا في المسلسل مخطوبين يعني درنا تكلفوتو دي المسلسل دي العيشة اللي كنت سباين بقنا نعلاش مصورين بجوج أحلام زعيمي وصلنا للسؤال الأخير والموتير غنعطك سؤال إلي عجبك كنكشفوه ونجوابو عليه ما عجبكش كتنساح بي السؤال هو كتقرأه نتي اللولة ومن بعد كنكشفوه كنت معاكم النجمة المغربية أحلام زعيمي برنامج كاريزما السلام عليكم